أحباب رسول الله فمن قدر النبي وعظمة النبي وتكريم النبي فإن الله لم ينادي عليه بإثمه في القرآن مجرداً قد قال الله يا آدم أسكن أنت وزوجك الجن قال يا نوح اهبب بسلام مننا قال يا إبراهيم قد صدقت الرأي قال يا موسى إني أنا الله قال يا زكريا إنا نبشوق بغلام اسمه يحيى قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة قال يا داوه إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى قال يا عيفة إني متوفيك ورافعك إلي فلما أراد أن ينادي على حبيبه وحبيبكم قال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيراً فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارك على أستاذ الوجود ومعلم البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته